صفحة 1949 لازلت أقرأ من الجزء الثالث من تأريخ الطبري حكاية الضحاك المشرقي الذي كان مع الحسين صلوات الله عليه ولكنه في اللحظات الأخيرة حينما قتل أصحاب الحسين ولم يبقى مع الحسين من ناصر إلا القلة امتطى جواده وفر من ساحة المعركة كان يقاتل مع الحسين إنه الضحاك المشرقي قد يذكر في بعض الكتب باسم الضحاك ابن قيس المشرقي وذكر هنا باسم الضحاك ابن عبد الله المشرقي فربما يكون قيس اسم جده الضحاك المشرقي الضحاك ابن عبد الله المشرقي هو الذي يقول الطبري ينقل عنه لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا وقد خلص إليه وإلى أهل بيته أكثر الأصحاب قتلوا وسيأتي الدور على أهل بيت الحسين وقد خلص إليه وصل الأمر إلى الحسين والهاشميين وقد خلص إليه وإلى أهل بيته ولم يبق معه غير سويد ابن عمر ابن أبي المطاع الخثعمي وبشير ابن عمر الحضرمي قلت له الضحاك المشرقي يقول للحسين قلت له يا ابن رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك قلت لك أقاتل عنك ما رأيت مقاتلا فإذا لم أر مقاتلا فأنا في حل من الانصراف فقلت لي نعم قال فقال فقال الحسين صدقت وكيف لك بالنجاء كيف تنجو وكيف لك بالنجاء إن قدرت على ذلك فأنت في حل قال فأقبلت إلى فرسي وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر أصحاب الحسين عقروا خيولهم لماذا عقروا خيولهم لأنهم قرروا أن نزول إلى المعركة وهم عارفون من أنهم سيقتلون فلا يريدون أن ينتفع أعداؤهم من خيولهم وأن تكون الخيول غنيمة وهذا أمر كان معروفا في الحروب في تلك الأزمنة يقول فأقبلت إلى فرسي الضحاك وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بها حتى أدخلتها فصطاطا لأصحابنا بين البيوت وأقبلت أقاتل معهم راجلا فقتلت يومئذ بين يدي الحسين رجلين وقطعت يد آخر وقال لي الحسين يومئذ مرارا لا تشلل لا يقطع الله يدك جزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك فلما أذن لي استخرجت الفرس من الفصطاط ثم استويت على متنها ثم ضربتها حتى إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم فأفرج لي واتبعني منهم خمسة عشر رجلا حتى انتهيت إلى إلى شفية قرية قريبة من شاطئ الفرات فلما لحقوني عطفت عليهم فعرفني كثير ابن عبد الله الشعبي وأيوب وأيوب ابن مشرح الخيوان وقيس بن عبد الله الصائد فقالوا هذا الضحاك ابن عبد الله المشرقي هذا ابن عمنا ننشدكم الله لما كففتم عنه فقال ثلاثة نفر من بني تميم كانوا معهم بلى والله لنجيبن إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبوا من الكف عن صاحبهم قال فلما تابع التميميون أصحاب كف الآخرون فنجان الله حكاية الضحاك المشرقي غريبة هي لكنها على الدنيا ما هي بغريبة هي يقاتل مع الحسين ولما يفنى أصحاب الحسين يخرج فرسه من الفستاط حيث أخفى فرسه وامتطى صهوة جواده وترك الحسين وفر بنفسه صور واضحة جدا من واقع الدنيا وهذا هو عنوان هذه الحلقات ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين نذهب إلى أفاصل أفاصل